قرار أو احتمالية صدور قرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد مباراة سانداونز فيما طبعا يخص الشكوى اللي كان قدمها نادي الزمالك عقب أحداث مباراة القمة امبارح أحد المسؤولين في لجنة الانضباط توجه لاتحاد الكرة من أجل طبعا العقد جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وفي نفس الوقت علشان يختروا بقرار لجنة أو بعقوبة لجنة الانضباط ضد كهرباء المحتملة في نفس الوقت المسؤول ملقاش جمال علام رئيس اتحاد الكرة مش عارف ما تكلموش لي قبل ما يروح اتحاد الكرة ولا حسب ما قيل لي ان الاستاذ جمال علام مش يبدري قبل ما ييجي المسؤول في لجنة الانضباط عموما لجنة الانضباط اتخذت قرارها ضد كهرباء وسيتم الاعلان امتى بقى هيتم الاعلان ده دي راجع لاتحاد الكرة قد يكون اتحاد الكرة مش عايز يشتت زهن اللاعب في التوقيت الحالي فبالتالي طبعا النادي الاهلي مقبل على مباراة مصرية ومباراة مهمة جدا مباراة سانداونز وفي النهاية هيكون فيه جلسة خلال الساعات المقبلة امتى تاني هيتم الاعلان عن عقوبة الكهرباء بعد الجلسة اللي هتعقد ما بين مسؤولين في لجنة الانضباط وجبال علام رئيس اتحاد الكرة خلينا